موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم اخوة الامان والاسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وعلى أتم نعمة وأفضل حال اللهم أمين اللهم أمين بداية الحياة في أمور كتيرة سنرصدها لكن أهم ما يمكن أن نرصده هو الأمر قد يراه البعض تافها وقد يراه البعض غير تافه قد يراه البعض أمر عارض وقد يراه البعض أمر يمكن الوقوف أمامه الحقيقة لازم نقف أمام هذا الحادث أو أمام هذه الواقعة وقفة نشهد الله فيها على ما نقول لأنها الحقيقة مسألة ليست هيينة أبدا وإن ظن البعض أنها هيينة ذلك هو حادث تعذيب الكلب اللي إحنا شفناه وفجئنا به وتدولته مقاطع اليوتيوب ومقاطع وتعليقات النت وثارت الدنيا كلها على هذا الحادث البشع وحقول عنه الحادث البشع الحقيقة طبعا أنا عاوز أقول لكم أنه مش هعيد تاني ومش هزيع المقطع ولا حاجة إنما هذكركم أنه واحد كان بيتخانق مع مجموعة مع ناس الناس دولت علشان يصالحوا في قعدة عرفة أو بيستلح معهم اشترطوا عليه أنه هو يجيب الكلب بتاعه لأن الكلب بتاعه دوت عض واحد فيهم في خناء معاه قبل كده جابوا الكلب وعلى مرأة ومسمع من أهالي الحي كلهم انهالت الصواطير والسيوف والسككين على الكائن المسكين وهم طبعا ربطينه وهات يا ضرب عملوا فيها رجالة على حيوان عملوا فيها أبطال على كائن ضعيف أظهروا قوتهم وعضلاتهم وتهديداتهم في هذا الكلب اللي تم القضاء عليه وتقطيعه وهو على قيد الحياة لحد ما انتهت المسألة باللقية مصرعة طبعا هتقول لكلاب إيه وإحنا في تهديد وقنابل وشهداء وخلافه حوضح لك المسألة خطورتها في إيه المسألة عنوانها إيه أو إيه الدليل أو إيه الإشارات اللي بتشير إليها هذه الحادثة أول شيء لفت نظري في الحادثة هو دي أخرت اللي صاحب إنسان أول حاجة هقولها كده أول حاجة هقولها دي أخرت اللي صاحب إنسان الإنسان من طبعه الغدر الغدر مش من اللي قاموا بالمسألة الغدر من اللي سلم كلبه ليهم طبعا حيقول أنا ما سلمتوش هقال ما عرفش إيه أيا كان إنه إحنا اللي عرفناه إنه كان فيه مفاضلة هيقوله إيه حياتك أو الكلب هو ما عرفش إنه المسألة هنا بتقتضي إنه هو بيعمل ربنا في الحالة دي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي وإن إحنا نوصل لحالة إنه يبقى فيه تهديد للحياة مع الأفراد وإن الأفراد ما تطمئنش إلى إنه الأمن حيممكن يحميني وممكن يدافع عني ده كلام خطير وإنه ممكن يواحد يربي كلب بحيث إنه يهدد به الناس ده أمر خطير وغير مقبول وإنه هو يتخلى عن الكلب صاحبه دوت اللي هو دافع عنه أو حاول يحميه أو اشترك في خناقة مالوش فيها غير إنه هو عنده الوفاء لكن دي آخرة اللي يصاحب إنسان اللي آخرة اللي يصاحب إنسان بيورطه بيغرقه الإنسان من طبعه الغدر مثل سيء جدا إحنا شفناه الحقيقة كلب وفي حيوان وفي وإنسان غادر حيوان مخلص وإنسان غير مخلص حيوان بيتفانى في الدفاع عن صاحبه وعندنا ناس باعت بلدها باعت شرفها بعد كرامتها تصور حضرتك أنا ما تصورشي إن فيه كلب ممكن يحط القنابل اللي تحطت النهاردة في المهندسين وفي الأليوبية وفي دميات وفي كل حتة أنا ما تصورش إن فيه كلب ممكن يعمل كده اللي عملوا كده مش كلاب لإنه الكلب أنضف وأرقى وأعلى وأعظم من هذه النوعية البشرية وما تفتكروش إن أنا بتجاوز لما بقول هذا الكلام القرآن نفسه قال كده القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل شوف في التعبير القرآني أولئك هم الغافلون فالحيوان ما يعملش كده لما واحد يحط قنبلة في مكان بيرتدوا مواطنين غلابة ويموت طفل أو امرأة أو رجل عجوز أو رجل خارج يكدح على نقمة عيشه لا حول له ولا قوة غير أنه مواطن شريف وطيب وغلبان وصح الصبح يلقى بتنتظر القنبلة تحوله إلى أشلاء هذا معناه أن اللي حطها هذه القنبلة لا يمكن يكون كلب الكلب ده شيء راقي الكلب ده شيء عظيم الكلب ده أرقق بكثير من هذه النوعية الرديئة يعني إحنا بنشوف مثالين خلال يومين في مونتال عجب بنشوف كلب بيموت عشان خاطر صاحبه عشان خاطر طمرت فيه العظمة طمرت فيه لقمة العيش وبنشوف كلب تاني بشري الكلب البشري ده اتربى على طرابها وشرب من نيلها واتربى في ربوعها واتعلم من أساتذتها واتعالج في مستشفياتها وفي النهاية مكافئة البلد منه أنه يرملها قنبلة تموت مواطنين عزل غلابة لا تقول لي بقى لا مسلم ولا يهودي ولا مسيح ده المواطنين بلا تمييز يعني قتل بلا تمييز القصد إزهاق روح القصد هو القتل القصد هو الإيزاء القصد هو الإيلام القصد هو الإضرار بالآخرين القصد هو إتلاف الممتلكات الآخرين القصد هو إحداث البلبلة والفتنة في المجتمع عرفتوا بقى المقارنة ما بين الإنسان والكلب بتكون ظالمة عرفتوا مقارنة ظالمة للغاية طبعا أنا بقول هذا الكلام وأنا مش عارف أقول لكم الألم والمرارة اللي في نفسي لما رأيت هذا المشهد مشهد منصحكمش تشوفوه أرجوكم كل واحد يستلم ولاده ويقول له مش الإسلام بريء ما تدفعوش على الإسلام فهموا ولادكم إن الإنسانية بريئة من ده هي الحكاة دلوقتي لا ليه علاقة بالإسلام ولا طبعا حيجي زيد وعبيد ونطاط الحيد ويقولوا أهو شوفوا التراص الإسلامي بيقولوا الكلاب ناجسة بيقولوا الكلاب لا إحنا بنفرق ما بين الإنسانية والأحكام الفقهية والشرعية الأحكام الفقهية والشرعية إنه لا يجوز اقتناء الكلاب داخل المنزل ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا للحراسة مش للهو وللعبس يجوز اقتناء الكلب للحراسة أو لقيادة الأعمى أو للصيد أو للكشف عن المتفجرات والكشف عن المخدرات كما استجدى في هذا الزمان إنما المسائل الفقهية عندنا واضح إن اقتناء الكلاب لغير هذه الأهداف أو لغير غاية أمر غير مباح من الناحية الفقهية تقولي ونوديهم فين والله في جمعيات خاصة جمعيات الرفق بالحيوان المفروض أن يهمهموا بالمهمة دي إنما وجود الكلب داخل البيت ده أمر من الأمور غير المقبولة عندنا في الفقه الإسلامي مهما كان تعاطفنا مع الموقف المتأزم الإنساني اللي شفنا فيه حالة من حالات القصوى البشرية أو التجرد من الإنسانية في هذا التصرف إحنا مش بنشان بنقول إنه الجمهور يقولون بنجاسة الكلاب نأمر إن إحنا نعز بالكلاب مش عشان أنا بقول لك بلاش الكلب حنتكلم على الخنزير إحنا في شرعنا وفي فقهنا إن الخنزير نجس لكن هل هذا يتيح لحضرتك إنك تعذب الخنزير هو ده السؤال افترض إن انت مسكت ديب بلاش خنزير أهو ديب أهو مؤذي الشرع الإسلامي بيتيح ليك إنك تعذب الديب إنك تعذب الأسد إنك تعذب الدب اللي انت استططه طبعا لا يمكن الإسلام لا يسمح بتعذيب كائن أيا كان علشان كده بتلاحظوا في القرآن الكريم إن المولى سبحانه وتعالى آه بيقول ورحمتي واسعت كل شيء فهذا المعنى لابد إن إحنا نفهمه لابد إن هذه الرحمة تشمل الإنسان والحيوان وتشمل كل شيء من غير اعتداء يعني رحمتي واسعت كل شيء دي محتاجة شرح لأن فعلا وجدنا واحد من الناس اللي متخصصين في الهجوم على الإسلام بيستدلي بهذه الآية على إنه هذه الرحمة تشمل كل أنواع البشر لا مش كل أنواع البشر ياخدوا الرحمة إوعى تظن كده الإرهابي ده ما يستحقش الرحمة الإرهابي مش داخل فيه ورحمتي واسعت كل شيء لما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هات كده كيس وحط فيه المعاني بتاعت الآية فرضا جدلا وحنقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أهو معانا كيس أهو كامل أهو هل اللي بيحط قنابل عشان يقتل الناس النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة لهذا لا ده ما يتعاملش بالرحمة ما ينفعش الرحمة مع ده اللي يرفع السلاح على بلده ما يستحقش الرحمة اللي ينقل أسرار بلده ويتجسس على وطنه لصالح أعداء وطنه ما يستحقش الرحمة تفتكر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنا بس برد عليه علشان التلبيس حسميه تلبيس إبليس فيه كده ابن الجوزي عمل كتاب اسمه تلبيس إبليس يعني بيجي إبليس يزين الكلام ويستغل الغلابة والطيبين ويدحك عليهم ويخدحهم وبتكون النتيجة إن الناس المعنى بتتخبط في المعنى اسمه تلبيس إبليس ربنا لما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هل يدخل فيها اللي قتلوا إخواتك النصارى في ليبيا يعني اللي قتلوا أولادنا لو مسكناهم نقول لا ده ربنا بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا ده بقى اللي يتقلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته بالسيف بين يدي الساعة اسمع وافهم إن كنت عاوز تفهم ده اللي يتقلوا بعثته بالسيف بين يدي الساعة ده كلام مين ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمثال مين مع أمثال السفحين دول ما ينفعش معهم حضرتك إنك تقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طب لو واحد أتى لأخوك لقدر الله تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ده استخدام للآية في غير موضعه لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لازم نفهمها ولازم تتحط في السياق الطبيعي بتاعها إن كلمة العالمين هنا قد تطلق ويراد بها البعض مش الكل زي ما بيقول لبني إسرائيل أنا بوريكم بس إنه هو بيلبس عليكم أنا بوريكم إنه هو بيلبس عليكم يقول لك ها وما أرسلناك إلى رحمة العالمين أهي في القرآن شوف التلبيس طب ما إحنا عارفين وبالتالي لما يقول لك بقى في الحديث بعثت بالسيف وأنا وسعت بعثت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي يبقى ده كلام غلط يبقى ده بيشوه القرآن يبقى ده ضد القرآن لا ضد القرآن ولا غيره السيف له ناس ويا أستاذ والرحمة لها ناسها يا بش مهندس دي لها ناس ودي لها ناس فما تلبس على الناس فمن تلبيس إبليس يقول لك أهو ده تخلط بإن الله ده تعارض ما بين القرآن والحديث ده مش تعارض والحاك وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين اللفظ رغم عمومه لكن قد يقصد به البعض ناخد دليل ناخد دليل ربنا يقول لي بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين واضح أزلني الآية ما مرتش عليكم مرت وأني فضلتكم على يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ده بيكلم بني إسرائيل فضلهم على العالمين يعني هل بني إسرائيل مفضلين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل بني إسرائيل مفضلين على أمة الشهادة هل بني إسرائيل مفضلين على الأمة التي قال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس وبالمناسبة كنتم هنا ليست معناها الفعل الماضي ولكنها جملة تفيد كلمة تفيد الاستمرار ها وليست معناها المضي يعني فيما سبق فلما ربنا يقول في كتاب العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش لازم يقصد بيها العالمين أي لا استثناء فيها لا في استثناءات كثيرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربنا لما بيتكلم عن الكعبة كمثال بيقول إن أول بيت نود عن الناس اللي لازم بكتهم مباركا وهدى للعالمين بيكلم عن مكة عن كعبة إنها هدى للعالمين هل الكعبة دي بيهتدي بها ويتجه إليها في الصلاة غير المسلمين يبقى كلمة للعالمين هنا يقصد بها للمسلمين ولا يقصد بها جميع أصناف البشر فلما تجيب قلت لك شنطة أو كيس كده وتحط فيه المعاني دي كل دولك مرحومين وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين آه طيب نطلع منها مين القاتل ما ينفعش الإرهابي ما ينفعش ما ينفعش نقوله وما أرسلناك إلى رحمة العالمين قاطع الطريق ما ينفعش المحدود اللي عليه إقامة حد ما ينفعش يبقى عليه رحمة للعالمين يا أخي لو كنت تقرأ القرآن كنت قرأت الآية في قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفات في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يبقى هنا فين الرحمة للعالمين بقى أذا كان ربنا نفسه بيقولك اوعى تتعامل مع المحدود اللي عليه حد برأفة اوعى تتعامل أنا بوريكم بس تلبيس إبليس على الناس على الهوى إنا لله وإنا لله رجعون تلبيس على الهوى عين عينك يقولك آه شايفين الآية بتقوله وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين فالناس تعاية والناس يعايني الرجل جاب لهم الآية المشهورة ها ويروح بقى داخل على الحديث بص الحديث لك بعزته بالسيف أنا بس بوريكم أن بتوع الحديث دول نصبين وكدبين وا 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 وشتم في بتوع الحديث وقالك العلم ولا علم ولا حاجة ولا علم ولا نيلة ها ده علم الحديث المشكلة الأساسية إن القرآن ما جلناش على سيد يروم ولا على شراية كاسد القرآن جلنا عن طريق علم اسمه علم الرواية يعني ناس نقلته عن ناس نقلته عن ناس نقلته عن ناس هتقول لي إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون آه لكن الوسيلة إيه أنا مش بشكك في دي لكن الوسيلة إيه علشان إنا له لحافظون هالربنا حافظ القرآن عن طريق سيد يروم ولا عن طريق فلاشة ولا عن طريق ناس رواه تقول لي كتب القرآن اللي كتب القرآن دو هم الرواه أنا عاوز أقول لحضرتك الرواه اللي نقلونك القرآن هم هم اللي نقلونك السنة فهو عاوز يجرجارك عشان تشكك في الرواه وتقول لي الرواه ده كداب والرواه ده نصاب والبخار ده أونطاجي وده سفاح وده أونطاجي وتكون النتيجة بعد كده الخطوة التي تليها وصدقوني احنا حذرنا باللي بيحصل ده واللي هيقوله لكم هيحصل المرحلة اللي بعديها هيشككوك في القرآن الكريم نفسه هيشككوك في القرآن الكريم نفسه دي الكارثة اللي احنا عايشينها ان فيه تلبيس إبليس برامج كده تخصصها كده سموها كده سموها برامج تلبيس إبليس بيلبس عليكم فبنقوله يا باش مهندس يا أستاذ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيها استثناء لمن يتعلق بدامه حق الآخرين أو للكافرين أو للمرتدين على قول وخلاف دول بيقوله آه يقتل ودول بيقوله لا يقتل وأنا معهم انه لا يقتل بس بيقولك ان فيه رأي كمان موجود عندنا في الفقه الإسلامي بيقول هذا الكلام إنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما يدخلش فيها اللي دبحوا إخواتك النصارى في ليبيا لا يدخل أبدا بأي حال من الأحوال استحلال دماء الأبرياء والآمنين ده اللي بنصح به وعشان كده نقدر نفهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاصل ثم نواصل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة ثانية وأهلا وسهلا باتصالاتكم ونتحاول مرة ثانية معنا الحجة مونيرة أهلا وسهلا بيكي حجة مونيرة معنا على خط السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أيها السلام عليكم عليكم السلام إزاك يا شيك خالد أهلا بيكي حجة مونيرة أنا عايز أسأل حضرتك على على بس على غسل والدتي فضالي فيما أنا بغسل أساسا يعني أنا كنت أنا وصحبتي وكده بس لما جات والدتي اتوفت فطبعا حبيت أنا اللي غسلها طيب فجيت أنا غسلتها هي كان عندها سكر أدامي وكان اللي مؤخذة يعني كانت الرجل بايزة يعني وكده ما تفشيش ما تفشيش أسرار الغسل يا حجة مونيرة لا ما عليش ما أنا بقول لحضرتك بس ما هي دي اللي تعباني نفسيا فضالي إن أنا غسلتها وكله بس مقلمتلهاش دوافرها تمام مقلمتش دوافرها تمام وجيت عند الرجل من مفروض إن أنا لبس كيس نيلو في الرجل المصابة أيو أيو فأنا ما لبستهاش بصراحة تمام فجيه السنفي بعد ما راح ودفن مجم فبيقول لي حرام عليك إنت ما كنتش قادرة تفط قطن أو تحط كيس نيلو أو حاجة زي كده قلت له والله حاج يعني يكفي إن أنا اللي كنت بغسل أمي أحسنتي أحسنتي ممكن تسمع الإجابة على التلفزيون إن شاء الله بإذن الله على الشاشة أنا عاوز أقول لحاجة بس مهمة جدا بس قبل ما أرد على السؤال ناخد مكالمة دي أسماء معنا أيوة أسماء طب أسماء تحاول تكلمنا مرة تانية مفيش حاجة اسمها تقص دوافر ميت دي من البدع اللي بيعملها الناس اللي بيغسلوا الأمواد بيروح جاب أصاف ويقعد يقص الميت ضوافره إيه المعنى في هذا التصرف وده غير بقى اللي جيه وفيه ناس بتقل لو راجل بيقعدوا يحلقوله يحلقلوا دقنه جيب فرشة وموسه بتقعد يحلقلوا دقنه إيه الحكمة من هذا هو غناصه وحيموت وحيروح على التراب يعني حينزل في التراب إيه الفكرة أنك تقص دوافر المتوفاة هذا كلام من البدع ويخالف السنة ولم نسمع بيه أبدا في دين إله سبحانه وتعالى يا جماعة الميت بيندلق عليه مية عشان أفهمكم عن إيه الغسل الميت بيندلق عليه مية مية فترة كده لطيفة كده بندلقها عليه ولفه بحدة قماشة اسمها الكفن وبندفنه ليه خلناها وحولناها إلى تقص معقد شديد التعقيد لدرجة أنه لازم يجس بشياليستي يعني واحد متخصص جدا حاجة في رجل محدش غيره بيفهم في الغسل يعني إحنا وصل بنا الأمر إن إحنا نجيب واحد يحمل ميت بتاعنا يعني الموضوع بسيط جدا يعني ميت بنرش عليه مية وبنلفه في حيطة قماشة اسمها الكفن شاشة كده لازم بقى يشترط إنها تكون كم درج لا كل الكلام ده كل الكلام ده تقديرا للناس تقدير يعني كده نوع من التكريمة بدون مبالغة في الكفن وبدون إصراف شاشة دي كل القصة كلها من أرضى نوع مش من أغلى نوع زي ما الناس ما بتعمل الناس فييسة أو ساعة الموت يروح جيب لك كفن إيه خمس رقات ولا ست رقات ولا سبع رقات ومنهم رأح حرير وإيه يا عم في إيه يا أخي خد الفيوز دي تصدق بيها على الفقراء ده الكلام ده للتراب إذا كان الجسم نفسه حيتحلل فشيء غريب جدا فالحاجة التانية عاوزة نظرك لها حكايت بقى أنه يكون جرح والدم بينشع على الكفن أو خلافه برضو مسألة تقدري الرجل اللي جي يقولك حرام عليك ومش حرام عليك قولي له حرمت عشتك حرمت عشتك إيه اللي حصل الكل ما في المسألة أن يعني الناس بس مش عاوز الكفن يبقى متعص حاجة أو بتاع ماشي على عيني وعلى رأسي بيتلفف كيس بلاستيك وخلافه انتهت القصة يعني عادة لما ملاقي واحد متقطع أنا أسف بس في الكلام لإني طبعا ده أقدار الله وده بشر واحد متقطع طب نغسله بيتغسل عادي خار ويتحط في إيه بيتلفف بمشمع الأول وبعد كده بيتلفف بالكفن ده سنة والدين لا لو ما عمله يدتيش كده مجرد اللفة بأي قماشة والدفن خلاص عليها بقع دم عليها بقع معرفش إيه ولا أي شيء ولا تفرق شيء فأرجوكو ما تزودوش المسألة وهذا الكلام التصرف اللي عملتي ده تصرف سليم بس أرجو منك للعلم يعني أن ما تفشيش أسرار الغسل ولذلك هذه الغسل الغسل ضمان المغسل ضامن يعني لابد أن اللي يقف يحضر غسل حد أنه يكتب ليقول ده أنا شفت وشه مزرق ده أنا شفت وشه ميبرق ده أنا شفت إيده معرفش الكلام ده لا يجوز أبدا ويبدأ الناس يبصوا على الجسم بفضول مش للعزة والاعتبار لا علشان زي ما بنحصل كده لما تلاقي حدثة في الشارع واحد نايم في الأرض مغطينه بالجرايد الناس عاوزة تشوفه بتحت الجرنال الراجل شكله عامل إزاي ميت إنما الفضول بقى عليها مناظر التقطيع والحرق بتصير شهوات الناس وده العلمكم اللي استثمرته داعش كويس قوي لأنه عارفة إن اليوتيوب اللي عليه سورة الحرق أو سورة الدبح مفيش مخلوق حيقوم إغراء إنه يتفرج عليه فأرجوكم إن أنتم تملكوا نفسيكم شوية وتستروا لأن الجسد ده بيبقى في الحالة دي عورة الميت في الحالة دي عورة فاكرين في سورة المائدة قال يا ويلات أعجزت أنا أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي سوء تأخي حتى قبليها ربنا بول فبعث الله قرابا ليورياه كيف يواري سوء تأخي الجسم بيبقى عورة لابد من ساتره علشان كده اللي بيغس الميت فيه رأيين رأيين بيقول لازم يغتسل يستحمى كأنه غسل من الجنابة كده اللي بيغس الميت والرأي التاني إنه يتوضأ بس إنما الرأي الهيين اللطيف يعني إنه يتوضأ بس إنه وضوء امتقد وضوء امتقد ليه لأنه ده عورة جسم ده عورة الإمساك بيها عورة كأنه مسك عورة بالظبط شكرا أم ملك معنا أهلا وسهلا ومرحبا أم ملك السلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك أهلا بيك يا بنتي أنا مش عارفة أنا أول مرة بصراحة بتصير ببرنامج مش هتندام إن شاء الله فأنا عندي مشكلة ومش عارفة حلها إزاي تفضل أنا دلوقتي أنا عندي 25 سنة كويس فمفاصلة ومعي بنتين طيب المفاصلة بقى لي خمس سنين طيب فدلوقتي متقدم لشخص ومتزوج وأنا بقى زوجة تانية طيب فدلوقتي أم أهلي يعني ما تردين إن هو متزوج فهل أنا كده بصلم الزوجة الأولانية ولا بصلم ولاده فأنا مش عارفة حلصة روحة عمليه فأنا مرتاحة للشخص ده تمام خلاص خلينا أقول لحضرتك تمام إحنا دايما أنا دايما لما ييجي واحد عاوز يتجاوز على مراته بقول له كلمة كده إيه يعني أرجو إن يسامحوني فيها الرجالة كلهم بقول إيه الزواج التاني ده بتاع الرجالة الزواج التاني ده بتاع الرجالة بس مش بتاع العيال يعني إيه كلامي يعني إنت كده بتدعو الناس الرجالة إنه يتجاوز لا مش قصدي كده خالص أنا بقصدي بقول اللي ناوي يعمل ده لسبب من الأسباب لازم يعلن ده إنما ما ينفعش واحدة يخرج بها قدام الناس قدام الكاميرات وواحدة التانية مخبية تحت الترابيزة ده الكلام ده ما ينفعش ما ينفعش يعني يعني خدوا بالكم من الكلام ده أنا واحد من الناس أنا بكلمكم عن نفسي أنا الشيخ خالد الجندي أنا ما جمعتش مع زوجتي زوجة تانية أبداً حصل إن أنا انفصلت على الأم ولادي حصل فيش أي حق كل الأسر بيحصل فيها الكلام ده والعلاقة على أكمل ما يكون إنما زوجتي اللي تجاوزتها بعد كده ما تجاوزتهاش على زوجة تانية لإن الحقيقة اللي مش قادر يعمل ده ما يعملوش إنما تجيب واحدة تخبيها ورا السطارة واحدة تظهر بها قدام المجتمع واحدة تظهر عيني عينك بيها وتخرج بيها للمطاعم والتانية تطلع لها وانت لابس اللي نضار السودة ومسك الجرنان على وشك والبلت وقفل على نفسك وطلع الساعة 3 الصبح علشان الجرام ما يشوفكش الكلام ده تصرف غير شريف وغير صحيح وإنك تخبع على مراتك الأولانية إنك متجوز عليها ده تصرف غير شريف وتصرف لا يصح ولا يجوز من الناحية الشرعية يا جماعة الجواز ده نور الجواز وضوح الجواز إعلان الجواز إشهار الجواز معرفة ربنا بيخلى الجواز مش علاقة بين راجل وسط الجواز مش علاقة بين راجل وسط الجواز علاقة بين أسرتين ربنا بيقول وجعل بينكم نسبا وصهرة بينكم مش بينكما ما قالش بينكم ما بألف لاتنين بينكم بين علتين بقى أنا عاوز أقول لكم إن في أولاد لما بيموت أبوهم بيكتشفوا إن إخواتهم جايين يعزوا اللي هم عمرهم ما شافوهم بيكتشفوا من خلال العزة انه ليهم اخوات في مكان اخر والكلام ده حصل كتير ويمكن الدراما كمان على الجيته معالجات كثيرة ومتعددة ليه لان لفندي عاوز يقضي نزويته في جلح الظلام ويرمي ارشين والتانية محبوسة اي زوجة بقى ترضى بهذا هي انسانة الحقيقة ستؤاخذ بينها ده الله يوم القيامة مهما كانت الاسباب اي ست ترضى انها تتجوز جوازة تانية وجوزها مش اي اللي امراته الاولى اوعي ترضى على كرمتك واوعي ترضى على شرفك واوعي ترضى انت الحيطة الميلة واوعي ترضى انك انت تبقى الزوجة الهدن المخفية واوعي ترضى انك انت تكون الزوجة الريزيرف الاحتياطي واوعي ترضى انك تكون الزوجة التي يستحي زوجوها ان يعلن زواجه منها امام الملأ ارجوكم اوعوا يا ستات تعملوا في نفسكم كده إن ما كانش الراجل ده قادر يعلن الكلام ده على الملأ بلاش منه ده معنى كلامي اللي عاوز يتجوز على مراته ده شغل ده الكلام ده بتاع رجالة بس يعني لازم الزوجة الأورنية تبقى عارفة والزوجة التانية تبقى عارفة والعالم كله يبقى عارف إن الراجل ده متجوز اتنين في الحالة دي حنحترمه جدا وحنرفع له القبعة في الحالة دي حنطلع منها حنقول التعدد الزوجات هنا صحيح مئة في المئة لإنه تم برضى كافة الأطراف زي يا فندم زي ما بيحصل في الأرياف في الأرياف وفي الصعيد وخلافه وفي الدول العربية بيبقى متجوز على مراته مراته عارفة وده عارف وده ما فيش خلام إنما تمشي مع واحدة يقوله ده مرافق ويمشي مع واحدة يقوله ده مراته تقبل على مراتك وشرفك إن الناس تظن بها الظنون واحد يقبل على مراته إنه يمشي من عندها والجيران واحد يلمحه وتطلع عليها صمعة في العمارة إنها ست ماشي ماشي بطال إيه السلوك ده فأنا بقول لصاحبة السؤال أرجوك على مثل الشمس فاشهد أو فدع اسمها شهود ليه اسمها إعلان ليه اسمه إشهر ليه قولي للراجل اللي عاوز يتجوز على مراته قولي له لو سمح لازم أتأكد إن مراتك عارفة علشان لديك حقوق اوعي تتنازل عنها وهو العدل في القسم بينه وبينك بينها وبينك يبقى هنا ليلة وهنا ليلة فلازم الكلام ده يا جماعة أديني ألها البلغت اللهم ما فاشه أم أحمد بعانا أهلا وسهلا ومرحبا أم أحمد أهلا بيك فضلت الشيخ أنا ليه طلب باللين الله يسترك أنا ابني متواصي بقاله خمس شهور الله يغفرني وكان عريس قبل ما يمود دقيقتين بسرق لي وقال لي بقوله لي يا حبيبي كده قال لي أسرق جنة تحت دجليك وكان صالح الله أمي وأبويا ما حبونيش قد ما هو حبني أمي وأبويا والله ما حبوني قد ما هو حبني أنا كل يوم بطلع أكله رجل وبتصدق وبصليله وبعمل كل شيء بما يرضي الله عشان خطر عيونه بس مش أطرق أصبر يا فضلت الشيخ وكل أدان كل أدان بعيد كل أدان بعيد وبعدين في أول ما اندفن اندفن مع طفلة صغيرة وبعد يومين اندفن كان بعروسة وكان صالح يا فضلت الشيخ وبقول لحزيتك والله أمي وأبويا ما حبوني زي ما هو حبني الله يرحمه يا حبيبي مش قدت بعمل كل شيء عشان يعني فيكة وبتصدق كل يوم وأكله بطلعه ولقول ده ما نبقى أحمد ده ما نبقى أحمد طب ترتاح قبل ما يمد دياتي ومصلي الفجر معايا قول ليلي يا محمد لو أنا قلتلك لو أنا قلتلك ان في مليون واحد حيدعيله ترتاحي ها قايم أنا حدعيله دلوقتي وكل السادة المشاهدين حيدعيله لو افترضنا لفيه مليون واحد شايف الحلقة مليون واحد حيقول أمين لابنك أعتقد ان أربعين منهم بس كافلين انهم يدخلوا الجنة فما بالك لو مليون واحد بيشهاد له رأيك بقى يعني صبوري واسمعين دلوقتي من خلال بعد ما تقفل التليفون أنا عوز أقول لك دلوقتي الرسالة لكل واحدة فقدت ابنه قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا جماعة لكم عزاء في سيدنا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام أحب خلق الله يا محمد النبي اللي هو أحب خلق الله دفن كل ولاده وهو عايش معادة فاطمة رضي الله عنه وأرضها لحقته بعد موته بست شهور ماتت بعد منه بست شهور إنما كل ولاد النبي النبي بإيده دي دفنهم صلى الله عليه وسلم النبي شاف وفاة ولاده كلهم وقف وقال تدمعوا العين لما مات إبراهيم على حجره الشريف تدمعوا العين ويحزنوا القلب ولا نقولوا ما يغضب الرب كان ممكن إبراهيم ابن سدنا النبي عليه الصلاة والسلام يموت وهو في حضن أمه مارية قطية عليها رضوان الله كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من غزوة ولا من صفر يقول له ابنك مات إنما ليه الابن شاءت إرادة الله إنه يموت على حجر أبيه ليه ربنا أراد إنه الولد يموت على حجر أبوه ليه ليه علشان تعرفه إنه لا شفاعة في الموت رحمة الله عليه عمل عملة قبل ما يموت زي ما بتقولي ضمن بها الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرأة على ما مات عليه يعني قالك الجنة تحت أقدام الأمهات كأنه بيعلمك المكان اللي هو ريح له دلوقتي ونزل تحت رجلك اللي ربنا سبحانه وتعالى بقول وخل رب برحمهما كما ربياني صغيرة فلما نزل تحت رجلك وانت رضي عنه هو كده ضمن الجنة بمشيئة الله وبمنة الله وبعطف الله والله العظيم يا حجر والله العظيم كل اللي شايفين الحلقة دلوقتي أكيد بيحسدوا هذا الولد الكريم أو هذا الإبن العظيم على حسن الخاتمة على حسن الرحمة والرأفة على رضا أمه عليه أنا عاوز أقول لك في ناس كتيرا جدا ملحقتش رضا أمها في ناس كتيرا جدا ماتت وأمها مش راضي عنها في ناس كتيرا جدا ماتت على معصية ابنك مات وانت راضي عنه لدرجة انك بتقول كان أحن علي من أبوي وأمي أنا عاوز أقول لك ان فيه واحد أحن عليك من أبوك وأمك ومن ابلك وما بيموتش اسمه ربنا زي ما سيدنا أبو بكر قال من كان يعبده محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يا أم أحمد لو كنت بتعبودي أحمد أحمد مات إنما رب أحمد لا يموت وهو أرحم الرحمين وبيحبك أكتر من أمك ومن أبوك ومن أحمد فلابد انك تتعلق برحمة الله لإن إحنا نفسينا رايحين لأحمد إحنا نفسينا حنسافر نفس السفر الإمام الشفعي بيقول للراجل إني أعزيك لأني على ثقة من الحياة ولكن سنة الديني ليس المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حيني الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرت عليه جنازة أثنى عليها أهلوها خيرا قال وجبت وجنازة أثنى عليها أهلوها شرر قال وجبت قال له إني وجبت يا رسول الله قال أما الأولى أثنى عليها أهلوها خيرا أنا درجل طيب درجل بار بأمه درجل صالح وجبت له الجنة وأما الآخر فغير ذلك يعني أنتم شهداء الله في الأرض إذا كان الناس كلها بتقول على ابنك هذا الكلام الطيب وإنت راضي عنه يبقى أنت إزعلنا على إيه إزعلي علينا أحنا ربنا أراض أن ابنك يموت وهو من أهل الجنة عشان ينتظرك على حوض شفاعة النبي المفطفى صلى الله عليه وسلم ربنا أراض لي حسن الخاتمة ربنا أراض أنه يكحى العنيكي بإنك تشوف ابنك لما تقابل الله عز وجل وما تعودش لوحدك قال تعالى والذين أملوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أنا عاوز أقول لكم جميعا أن ربنا سبحانه وتعالى جلت قدرته وتعالت آياته شاء برحمته أن ابنك يموت وهو من أهل الرضا والرضوان تعالوا ندعينه اللهم ارحمه رحمة وسعة اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لأحمد اللهم اغفر لابن صاحبة السؤال يا رب العالمين ارحمه برحمتك عافيه بمعافاتك اغفر له بمغفرتك اللهم إنا نسألك أن تغسله من خطياه بالماء والثلج والبرد اللهم لقينه حجته وابدد غربته واذهب وحدته واسكن وحشته وأنر ظمته واجعل الجنة مثوى واجعل الجنة مثوى اللهم اجعل له في قبره مؤنسا وشفيعة وإلى الجنة طريقة وعلى الصراط رفيقة وألحقنا به غير خزايا ولا مفتنين ولا مبدلين ولا مضيعين اللهم لا تفتننا بعده اللهم لا تحرمنا أجره اللهم اغفر لنا ولا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معنا مصطفى أهلا بيك يا مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ذاكي شيخ خالد أهلا بيك يا مصطفى سوعة تاسعة لحضرتك سعيدك تفضل أنا سمعت شيخ كبير عندنا في مصر أفتح أن الصراط لا يقع إلا في حالة أن يمتج بحرف القاف أه فأنا يعني لو لو تقالت أنت طالق بالهمزة يبقى تطلق ما يقعش لو قالت بالقاف أنت طالق يبقى تطلق يقع نعم فمحتاجة تأكل من حضرتك فيها شكرا جزيلا مبارك الله فيك وفعلا ده رأي من أراء المحترمة واللي قاله فقية والحقيقة كلام كلام صحيح لأنه كلمة طلاق لا بد أن تقال بمضمون العقد أو بمفهوم العقد الحقيقي اللي قيل في الشريعة الإسلامية أنت طالق بالقاف إنما طالق الكلمة لا وزن له عموما هو الشيخ الكبير دوت بيوقع الطلاق بمجرد أنه واحد يقول له زوجته أنت طالق بالقاف أنا بقى شخصيا خدي عندك بقى وبيقولها على الهواء مباشرة أنا لا أعتبر الطلاق طلاقا لإني عندي رأي عندي بيقول الكلام ده فيه الشريعة الإسلامية إلا لو كان أمام شهود يعني أنهم عادين من غير شهود ما باعتبروش طلاق لأن إذا كان الزواج انعقد بالإشهاد الطلاق برضو لا ينعقد إلا بالإشهاد العجيب أن الفقهاء قالوا لابد من الإشهاد عند الزواج ولابد من الإشهاد عند الرجعة عند الرجعة يعني لما رجع مراته قلت لها رجعتك لازم شهود إنما جم في الحتة اللي في النص عند الطلاق قالوا مش مهم الإشهاد يعني إحنا عندنا ثلاث حالات واحد تجاوز وبعدين طلق مراته وبعدين رجعها يبقى كام حالة ثلاثة قالوا للي قالوا لما تيجي تتجاوز لازم شهود وقالوا لما تيجي تطلق مش لازم شهود وقالوا لما تيجي ترجعها لازم شهود لخبطة ملهاش أي معنى فأنا الحقيقة أؤيد الرأي الفقهاء مش جايبوا من عندي وموجود في كتب الفقه لمن أراد أن يراجعه أن هل يشترط الشهود الإشهاد عند الطلاق أم لا يشترط أنا شايف أنه هو يشترط خاصة عنده فشو البلاء وعنده خراب الزمم وعنده التجاحد والشيوخ اللي سمعيني عارفين معنى كلمة التجاحد لما يحصل الزوج ينكر أنه طلق مراته وبيحصل وبييجي قدام الزوجة بتتصل تقول لك يا مولانا ده طلقني ثلاثين مرة في ثلاثين مناسبة مختلفة نجري تزجل لك أنا طلقتها والله ما طلقتها طب حتعمل إيه تجاحد اللي بيحصل بالمسألة الإشهاد يا أخوانا اللي بيأجر عجل الواحد بيجيب شهود أو بيمضى عليها فما بالك باللي بيطلق وما يترتب عليه من أحكام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لقائنا غدا بمشيئة الله في الثالثة عصرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما زلت به الألسن عفا الله عننا وعنكم وكفانا الله شر تلبيس إبليس صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة